اهلا بكم مشاهرين في حلقة جديدة من برنامج تحت الادوار قال بحثون في وكالة الفضائل امريكية انهم اكدوا اثرى تحليل بيانات الراست الساتلي ان نسبة مساهمة الصين في زيادة المساحة الخضراء بالعالم في الفترة ما بين 2000 و2017 بلغت 25% والصين تحتل المركز الاول في هذا المجال اذا ما هي الجهود التي بذلتها الصين في عمالية التشجير والحداثة الزراعية ومواجهة تغير المناخ وشارينا نبدع الحوار بعد متابعة التقرير تالي تعتبر الصين احدى الدول التي تتخدم بسرعة في عملية التحضر حاليا حيث بلغ عدد السكان في مناطقها الحضرية 622 مليون نسمة لترتفع نسبة التحضر فيها الى 46% وفي نفس الوقت ارتفع معدل تغطية المساحات الخضراء في المناطق الحضرية الصينية الى 37% لما جعل نصيب الفرد من المساحات الخضراء في المدن الصينية يبلغ 9.7 متر مربع في السنوات الاخيرة ووفقا للأحصاءات فان الحكومة الصينية تنفق اكثر من 400 مليار يوان سنويا على بناء المناظر الخضراء والحدائق والاصلح الخضراء في المباني في حين يؤكد الخضراء ان المساحات الخضراء تعد احدى العوامل الاكثر ايجابية لتحسين البيئة الايكولوجية في المدن وان التناغم بين الانسان والطبيعة هو المفهوم الرئيسي في هندسة المناظر الطبيعية والحدائق الصينية مع الاشارة الى انه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني طرحت اللجنة المركزية للحزب برئاسة الامين العام شي جينبينغ سلسلة من المبادرات والتوجيهات والاهداف حول بناء الحضارة الايكولوجية وحماية البيئة الطبيعية وهي التي اضاءت الطريق المؤدي الى بناء سين اجمل وتحقيق التنمية المستدامة للامة الصينية مشاهدين اهلا بكم من جديد ويصدنا نستضيف اليوم السيدة تنهوم خبير في الشئون الدولية اهلا وسهلا بكم وايضا السيد توشالوم صحفي في وكالة الشين والانباه معرحب بك اهلا سوف نبدأ مع السيد جو قالت وكالة الفضاء الامريكية ان زيادة مساحة الخضراء في العالم اتت بشكل عام من عملية تشجيري من الصين والهند وغيرهما من الدول النامية فكيف تقدر جهود الصين في عملية تشجيري في السنوات الاخيرة اولا التقرير من هذه الوكالة هو متافق مع الحقيقة لان في هذه السنوات الصين حريصة جدا على تحسين البيئة وذلك من خلال مثلا من خلال عمل التشجير في الواقع منذ سنوات في سمانينات من القرن السابق قد بدأت السنوات في التحرك لزيادة مستوى التشجير في البلاد فمثلا في عام الفين وفي عام الف وتسعمائة واحد وثمانية سنة قانونا لزراعة الاشجار الاجبارية وطبع ذلك بشكل شبه الاجباري فمثلا انا اتذكر عندما كنت تلميذة في المدرسة كل سنة نخرج الى خارج المدرسة لزراعة الاشجار وطبع الاشجار على حساب الحكومة هذا الامر لزيادة وعي الجمهير خاصة الادفال لحماية البيئة عندما ننصر الى العقود الماضية في الحقيقة السنوات حققت انجاز كبيرا في هذا السنوات بينما ازداد وعي الجمهير لحماية البيئة ولإدراك اهمية هذه العمال الى ذلك في عام الف وتسعة مئات وتسعة وسبعين منذ ذلك الوقت السن اتلقت برنامجا ضخما جدا لتشجير تشجير ذلك يتمثل في تنفيذ برنامج حسام الاخبات في المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الخربية والمنطقة الشمالية الشرقية في سن هذه البرنامج لمدة سبعين سنة اولا تم اتلاق هذا البرنامج قبل عشرات السن هذا يعكس روية بعيدة المدى للحكمات السنية وسيستمر هذا البرنامج عندما ننظر الى البيئة في المنطقة الشمالية في سن في الحقيقة قد تحسنت البيئة بشكل كبير وهذا بفضل الاحادي كبير بفضل تنفيذ هذا البرنامج وفي هذه السنة حققنا انجازات واضحة في عماد التشجير فمثلا الان قد تجاوز مساحة الاخبات في سن اكثر من 200 مليون حكتار والى ذلك سن تتصدر العالم من حيث مساحة الاخبات الاصطناعية فهذه الانجازات ملموسة جدا وذلك بفضل الجهود المستدامة من قبل الحكومات السنية وبما فيها الجماهير السنية ايضا ففي المستقبل سنستمر في هذه العمال لانها مهمة جدا لتحسين المستوى المعيش او هي جوز مهمة لمعيشتنا فلا شك ان في المستقبل سنستمر في هذا العمل الى ذلك نتحدث عن مساهمة الاسن في زيادة الاخبات في العالم حيث نسبة هذه المساهمة تتصدر الدول الاخرى هذا الشيء وفي الحقيقة هذا لا يعني ان مساحة الاخبات في سن تتحلل تحتل المركز الاولى في العالم في الحقيقة السن الآن يعني السن تمثل نحو 3% من اجمالي مساحة الاخبات العالمية وطبعا 3% يعني نسبة قليلة نعم ولكن يعني الظروف مختلفة التخرافية لمختلفة الدول ولكن بشكل عام حققنا تقدم فمثلا الان نسبة الاخبات الاخبية في سن نحو واحدة و20% وفي حلول عام 2020 ستتصدر الدول الى ثلاثة وعشرين فلمية ثم في عام الفين وخمسة وثلاثة وثلاثة نسبة الى ستة وعشرين فلمية ولكن لا تتسل هناك الفجر بيننا وبين العالم حيث السن تعمل على زيادة هذه النسبة الى مستوى العالم بحلول منتصف القرن اجاري لان مستوى العالمي هو يعني معدل النسبة التخطير العالمية هو 31% نعم نعم يعني امامنا طريق طويل نعم لتوصل الى هذا الهدف السيد تم قال خبراء ان الصين حققت انجازات كبيرة في الزراعة الحدثية او الزراعة المكثفة فكيف تتحدث عن هذه الانجازات فعلا نحن نعرف ان الصين هي دولة متميزة بتاريخ طويل لزراعة فزراعة تحتل مكانة مهمة للاقتصاد الوطني الصيني ولذلك ان الصين دائما تهتم لتطوير الزراعة بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 وخاصة خلال 40 السنة الماضية لبداية تنفيذها لسياسة الاصلاحة والانفتاحة وطبعا ان الصين حققت انجازات عظيمة في هذا المجال والصين كما نعرف انها اكبر الدولة من حيث تعداد السكان فالتطاع ان تنتج 25% من حبوب الغذائية للانتاج العالمي بمساحة ضيقة من الاراضي المضروعة تقدر باقل من 10% من مساحة العامة للاراضي المضروعة في العالم وتعيل بذلك اكثر من 22% من تعداد السكان العالم فعلى هذا يمكن ان اقول ان الصين حققت انجازات عظيمة في تطوير زراعة وطبعا حققت هذه الانجازات العظيمة لاسباب عدة اهمها كما تفضلت ان الصين تهتم بتطوير زراعة المعصرة وخاصة زراعة المكثفة اذا في الحقيقة قبل ان نتكلم عن هذا الموضوع قبل ان ندرس هذا الموضوع فعلا زراعة المكثفة هي غريبة علي فانا لا اعرف ما معنى اذا بعد دراسة اصبحت اعرف ان هذه زراعة المكثفة فهي تعني تركيز كمية كبيرة من الايد العاملة ومواد الانتاجية في مساحة ضيقة نسبيا حيث تكون هناك محاولة لازيادة انتاج الزراعي في هذه المساحة الضيقة من خلال اتخاذ تكنولوجيا زراعية المتقدمة فهذه هي زراعة المكثفة وهذه الزراعة تتناسب مع ظروف الصين الوقعية اعلن لان الاراضي المزروعة في بلادنا ليست واسعة وربما اقل من الهند يعني بالنسبة الى اراضي المزروعة اذا فزراعة المكثفة هي دائما تدعم تنمية الخبراء للزراعة فاننا قد حققنا انجازات كبيرة في تحقيق تنمية خبراء للزراعة حيث انها استطاعت ان ترفع كمية انتاج الزراعي في بلادنا الى ستة مئة مليون تن من الحبوب الغذائية وايضا تحقيق استقرار هذا الانتاج على هذا المستوى بعد عام 2013 وايضا يؤدي الى زيادة دخل سنوي المعضل للفلحين حيث تجاوز عن 12 الف يوان وايضا تمنع من انتشار تلوس في المجالة الزراعية وايضا يؤدي لعدم زيادة كمية استهلاك لمبيدات الحشرات والسماد كيموي وايضا هذه انجازات العظيمة التي حققناها في مجالة تطوير زراعة بشكل تنمية الخبراء استطاعت ان تمنع تصحر الاراضي المزروعة وايضا تؤدي الى زيادة مساحة التشجير والتخطير بقدر يقدر باكثر من مليونين وثمانمائة الف هكتار وايضا يؤدي الى زيادة مساحة اراضي المزروعة مساحة النقاء نقاح والزرع الدوري شكرا الى ثمانمائة الف هكتار اذا فعلا هذه هي ما حققنا وهي ايضا فعلا يفيدنا في تطبيل زراعة المعصرة وزراعة المكتبة وايضا سوف يسهم في زيادة المساحة للخضراء في العالم ايضا فعلا هناك صلة مباشرة فيما بين زراعة المعصرة وزراعة المكتبة مع تطور مساحة التشجير نعم نعم استاذ داجو تولي الصين اهتماما متزايدا بابناء الحضارة الاكولوجية وقد طرح رئيس سينيش جنبين فكرتين مهمتين وهما يعني تناغم بين الانسان والطبيعة وايضا الجبال الخضراء والمياه والزرقاء هي الذهب والفضة فما فهمكم لهتين الفكرتين بشكل عام المفهمين يعني يجب ان نحقق التنمية المتناخمة بين الانسان وبين الطبيعة وذلك من خلال حماية البيئة وتحسين مستوى التشجير في البلاد ورغم انا قد قلت ان سين بلذت مجهودات كبيرة لحماية البيئة وذلك مثلا اعمال التشجير ولكن بصراحة منذ فترة يعني لم نولي اهتماما بارخا مثل تدمير الاقتصاد اقصد اهتماما كافيا لحماية البيئة مثل ما فعلنا في التمية الاقتصادية وبعبارة اخرى الحكومات المحادية تدعى التنمية الاقتصادية في المركز الاول احيانا حققنا ذلك على حساب البيئة فعندما ننصر الى البيئة في في الصين في الحقيقة هناك اليوم هناك مشاكل كثيرة مثلا كانت السياسة الوطنية هو يعني التنمية الاقتصادية هو المركز الاول نعم ففي هذه السنوات قد الحكومة المركزية اعدلت المسار ندعى البيئة في المركز الاول ليس سرعة او وطرة النمو الاقتصاد فهذا يتفق مع الحقيقة او مع ظروف الحالية فاليوم الحواب في بعض الاماكن ملاوسة الماء ايضا التربة ايضا فمثلا الحواب كلنا نعرف الان فالان في هذا الوقت الجو الحواب في باكين ليست جيدا لذلك الماء مشكلة ايضا كثير من البحيرات والانهار في الصين الان تعرضت للتلوث اما بالنسبة الى التربة في الحقيقة حسب العصار الرسمي قبل سنوات نحو 20% من اجمالين من صحة العراض الزراعية في الصين قد تعرضت للتلوث فمن الطرور ان نهتم بتحسين البيئة بشكل شامل ليست التشجير فقط والطبع بالنسبة الى تحسين جودة للحواب كيف يجب ان نفعل يجب ان نهتم بالتشجير قد فعلنا كثيرا في هذا الصدد فمثلا التشجير ليس الى ذلك هذا العمل يدوم تشجير الصحراء ايضا دائما نقول يجب ان نحاول الصحراء الواح السين في الحقيقة فعلت كثيرا في هذا الصدد فعلى سبيل المثال نحلم صحراء كوبوتي هو سابع اكبر الصحراء في السن في هذه السنوات السن صرفت اموالا كثيرا لتعصين البيئة في هذا الصحراء حيث الان تم تحويل نحو سلس مساحة اجمالي مساحة هذه المساحة الى الواح ذلك من خلال العمال الكبير في المتعلقة بالتشجير هذه العمال المساحة في تعصين يعني جاودة الحواء ولكن بالنسبة الى الحواء هناك مشكلة تعديات اخرى خاصة الصناعات الصناعات اليوم تمثل تحديا كبيرا لتعصين جاودة الحواء ففي هذه السنوات كل سنة الحكومة المركزية وضعت هدافا لتقديل الانتاج المفرد في بعض القطاع مثل القطاع الفحم وقطاع الاسمنت هذا لتحسين البيئة لتقديل الانبعاثات الصناعية الملوثة الى ذلك عدد المركبات في الصين المتزايدة ايضا سبب اخر يعرض لتحسين جاودة الحواء يبدو ان هناك مشاكل كبيرة جدا في البيئة في الصين نعم فلماذا رئيسي وجهت دعوة لتحسين البيئة لان تحديات ومشكلات كبيرة طبعا اتخذنا اجراءات متسايدة لتحسين البيئة البيئة الناسجة ان نحتاج الى الوقت ثم على الاقل في هذه السنوات حقرنا انجازات ملموسة ولكن لا نزال نحتاج الى مزيد من الوقت لتحقيق مزيد من الاشياء الايجابية نعم استاذ جوء الان لنسرح قليلا ثم نواصل الى حديث بعد الفاصل مشاهدينا نعوذ لكم بعد الفاصل نرجو ان تبقوا معنا اهلا بكم من جديد الى هذه الحلقة التي تناقش مساهمة الصين في زيادة المساحة الخضراء في العالم وسبتا طرحت القطة الخمسية الثالث عشر مفهوما تمويا جديدا وهو الابتكار والتنسيق والاخضر والانفتاح والتشارك ومنذ ذلك الحين خطط الصين خطوات جبارة في تامية الخضراء منخفضة الكربون والمستدامة هل تتحدث عن لنا الانجازات في هذا المجال؟ فعلا منذ انعقاد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني افضرت لجنة مركزية للحزب ومجلس الدولة سلسلة من الوثائق السياسية والقانونية للتفع تنمية الخضراء لزراعة ذلك لانها لها معاني الكثير وخاصة في عام 2015 تم اطلاق عمليات الخمسة لدفع تنمية الخضراء لزراعة وانا اعتقد لهذه العمليات الخمسة مغنى كبير في عدة المجالات يعني لعبت دورا ايجابيا كثيرا جدا في دفع تنمية الخضراء لزراعة وايضا لعبت دورا اساسيا مهما جدا في تحسين البيئة وفي حماية البيئة وفي مواجهة تغيير المناخ وتفاصيل هذه العمليات الخمسة هي اولا معالجة واستغلال فضلات المواشي والدواجن اذا هذه هي منتشرة في كل ارياف الصينية اذا والحكومة تخصص اعتمادات الخاصة بدعم بناء مرافق لمعالجة واستغلال هذه الفضلات للمواشي والدواجن وان شاء الله في عام 2020 سيتم استغلال فضلات هذه المواشي والدواجن بالنسبة فوق خمسة وسبعين بالمئة اذا وهذه هي عملية والعملية الثانية هي تبديل السماد الكيموي بالسماد العضوي في زراعة الخضروات وفواكه والشايا اذا الان كمية الاجمالية لاستهلاك مبيضات الحشرات والسماد الكيموي بالنسبة اربعين بالمئة من حجم الاجمالي في استهلاكه في مجالة زراعة كلها اذا ان شاء الله في عام 2020 سنخفض هذه النسبة بالنسبة خمسين بالمئة يعني من استهلاك سماد الكيموي واذا سماد الكيموي نحن نعرف انه يسبب دائما الى التصحري على ذكر الحياء منخفض الكربون الان كثير من الناس يختارون السيارات الكهربائية يعني للاصول الى مقر اعمالهم ماذا تقول عن هذه الظاهرة اذا في الحقيقة قبل سنتين كان هناك حلقة من حلقات برنامجنا تناقش هذا الموضوع اذا في ذلك الوقت مازلنا في بداية مثلا في بداية استنعات سيارات الكهربائية واستهلاكها والان انا اعتقد ان الحجم او ان نطاق الانتشار لاستخدام هذه السيارات اصبح اوسع فاوسع والان هناك اقبال كبير من المستهلكين لشراء هذا النوع من السيارات وانا اعتقد ان هذا مفيد جدا بالنسبة الى تخفيد الكربون والى تحقيق هدفنا لتخفيد الكربون اذا الان هناك على ما اعرف هناك عدة خطوط لانتاج مثل هذه انواع من السيارات هناك اماركات الكثيرة ومنها اماركات متقدمة ومنها معتدلة حيث تناسب مستوى استهلاك للمستهلكين وانا اعتقد انها يعني الان في خطوات صحية في التطور وانا ارجو منها ان تكون مثلا متقدمة في تكنولوجيا ومتقدمة في استهلاك وسهلة في استهلاك ذلك لانها ادمنى ان تكون مثلا يمكن ان تمشي في مسافة طويلة بعد شحن واحد من الكهربائي اذا فعلا اعتقد هناك افاق مشرقة للتطور صناعة سيارات الكهربائية في بلادنا خاصة بعد ان فتحت شركة تسلا الامريكية فرعها في شانهاي وهو اكبر فرع لشركة خارج الولايات المتحدة استاذ جوم اصدرت محافظة شانشي قطة العمل لحماية البيئة الاكولوجية في جبال تشينلين من اجل محاربة البناء العشوائي في مدينة شيئان من الواضح انه من اهم العمال لبناء الحضار الاكولوجية هو محاربة التلاوث البيئي هل تتحدث لنا عن اهم تشريعات سينية في هذا المجال في الحقيقة السين وضعت قوانين كثيرا بهذا السدد لحماية البيئة ولبناء الحضار الاكولوجية ليس سين فقط انا ادون ربما كافة الدول العالمية وضعت قانونا لحماية البيئة حسين ايضا لكن اهم شيء كيف تنفيذ هذه القوانين والواقعة بالنسبة الى مشكلة بناء الفلاة الخير المشروع في هذه المقاطعة هذا المعضوع اثر اهتماما كبيرا لدينا لان هذه المشكلة معلقة لعدة السنوات الحكومات المركزية منذ البداية طلبت من الحكومات المحلية التحقق في هذا الامر ولكن مدة عدة السنوات لم يتم التسوية هذه المشكلة بشكل حقيقي لكن في نهاية المتوف كيف تم تسوية ذلك ذلك من خلال مكافعة الفساد اليوم يجب ان نهتم بتحسين اعمال البيئة وذلك من خلال عدة سبل وخاصة مكافعة الفساد عندما ننظر الى بعض المشكلات او الموضوعات الضخمة لحماية البيئة او مشكلات ضخمة لحماية البيئة نحن في كل وراء كل هذه المشكلات او القضايا هناك فساد فمن الضروري ان نتم بمكافعة الفساد هذا اهم شيء وطبعا بشكل عام في هذه السنوات قد تحسنت الحضارة الايكولوجية في سن فمثلا على سبيل باكين فقط لحن ان في هذه السنوات مستوى التشجير في باكين داخل المدينة وفي الحياة المحيطة لهذه المدينة قد تحسن بشكل ملحوظ وفي سنوات القادمة الحكومة المحلية ستقوم ببناء عدد من حدائق الاراتبة في محيط البناء في التنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الخرب ايضا هذا في الموضع كيف يفعل يعني نستخدم احد الاراضي استمنى لبناء العقرات والمساكن التدارية ذلك هي تحقيق الارادات الاقتصادية ولكن في هذه السنوات قد تخير المفهوم لدى الحكومات المحلية ندع حماية البيئة وتحسين مستوى التشجير في المركز الأول هذا ظاهر إيجابية في السنوات ليس في بكين فقط عندما نتجاول في المدن السخرة والمتوسط لحن أن البيئة هناك في داخل المدينة وفي محيط تلك المدن ممتاز جدا بشكل عام قد ازداد وعي الحكومات المحلية والجمهير لحماية البيئة ولبناء الحضارة الأيكولوجية ولكن في الوقت النافس يجب أن نهتم بمكافحة الفساد ليس وضع القانون فقط بل مكافحة الفساد لطمان ثلاثة حماية البيئة في كل أرجاء البلاد مكافحة الفساد في مجال حماية البيئة نعم سيد جو شاركت الصين بنشاط في المفاوضات الدولية يعني حول بشأن التغيير المناخي وقد أسمت الصين في توصل إلى اتفاق باريس من أجل مواجهة التغيير المناخ فهل تتحدث عن مسؤولين الصين والجهودها في مواجهة التغيير المناخ فعلا نحن تكلمنا عن إجراءات التي اتخذنا في مجالة حماية البيئة وتحسين البيئة الإيكولوجية ونحن أغلقنا كثيرا من المصانع المستحلكة لطاقات الكثيرة ومسببة للتلوث إذن نحن نواجه الضغوط من ارتفاع نسبة البطالة وقلة الدخل الاقتصادي من هذه المصانع إذن فعلا تحملت صين مسؤوليات الدولية في هذه المجالة وأيضا نحن نعرف في هذه السنوات أن الحكومة دائما تحاول أن تنشر نظرية تنمية الخضراء فيما بين المواطنين السينيين ومثلا هناك دعوة لانخفاض استخدام السيارات الخاصة وهناك دعوة أيضا للسفر الأخضر إذن أصبح هذه نظريات لتنمية الخضراء يعني منتشرة شيئا فشيئا فيما بين المواطنين السينيين وهذا جانب وجانب الثاني هو أن الحكومة أيضا تحتم بالتطوير يعني بالتطوير تنمية الخضراء لإقتصاد الوطني حيث هناك خطة الخماسية الثاني عشرة والثالث عشرة كل هذه الخطط تحدد الأحداث والمهمات لحماية البيئة ولمواجهة تغيير المناخ وإذن على سبيل المثال هناك مؤشر يشير بأن ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة قياسية للناتج الاقتصادي الصيني انخفض بنسبة 6.2% بالمقارنة مع السنة الماضية وانخفض بنسبة 15.8% مقارنة مع عام 2010 نعم أستاذ تنم في ختام هذه الحلقة يعني نتمنى الصين ستبذل جهودا أكبر في زيادة المساعدة الخضراء في العالم حتى تكون نموذجا يحدث به في هذا المجال ونشكر سيداتهم وسيدة جوشالون شكرا جزيلا على حضوركم ومشاهدين نشكركم أيضا على حسن المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة